اشتركوا في القناة وثلاثون كاتبين ثلاثون زي ما بكتبها ايش اللي هو يعني لما كتب مثلا ثلاثة الى اخره دون الف شو اعطانا يا عمد طب العجيب انه جمل فلسطين اعطانا فتح الارض المقدسة المسجد الاقصى فتح الارض المقدسة المسجد الاقصى وشو هو كمان يا عمد هذا خليه بيين عندك في ال وهو فتح المسجد الاقصى فلسطين سبعة وعشرين الرجب خمسمائة ثلاثة ثمانين يجري اللي هو فتح مين يعني صلاح الدين صلاح الدين طيب ممتاز جيب عندي يا عمد كنت في درس يا عمد طلبت من الاخوة اللي بيشاهدوا انه يحسبوا لي المسافة بين المسجد الاقصى والمسجد الحرام وانا كنت حاسبها بجوجل ايرث تمام بدي هم يقولوا فجأت نتائج وتوصلنا لنتيجة انه 1235 كيلومتر واللي بده يعرف شو وراءها من اسرارها يرجع للمحاضرة المتألقة بالموضوع ايش يعجب 1235 البعد بين المسجد الاقصى وانه علاقة اثاريته في القضية الكرآن والآيات والتفاصيل وانه علاقة مثلا اذكرهم 1235 اذا بدك تفحصه بال456 الميزان البعدة شو بيبقى منه يعني ناقص 456 عارف شو بيبقى منه يا عمد جمال المسجد الاقصى والمسجد الحرام هو اصلا البعد بين المسجد الاقصى والحرام هاي ال456 برضو صدقيته قضايا طويلة مثلا عدد الآيات عفوا ارقام الآيات مع ارقام الصور اللي اول ما يذكر المسجد الحرام لعند سبحانه الذي اصابي عبده ليلى من المسجد الحرام من المسجد الاقصى هاي يلتقوا مع بعضهم يلتقوا هون في الآية هاي قداش بيكون مجموع ارقام الآيات مع ارقام الصور هل هو 1235 ولا ايش يرجعوا تمام طب شو اللي جد عندك يا شيخ الشيخ أنا يعني شو اللي جد حتى الآن ذكرتنا بهذا الموضوع اللي جد ما يلي بجوز يقوله طيب ايش يعني اولها مش هيفهمه عليه مظبوط بعدين بيفهمه اولها طيب شوف يا عماد رحت للعدد 56 تمام وجمعت من واحد ل56 وهذا هو القانون لما تكتشمع الواحد ل56 بتقول 56 زائد واحد ضرب 56 تقسيم اثنين تمام المسجد الاقصى والمسافة بين هاي المسجد الاقصى زائد المسافة بينه وبين ايش المسجد الحارب معناته لازم نروح للعدد 57 شوف اللي عجب هان مجموع شوف هاي 56 وهاي كم يا عماد مجموع من واحد ل57 57 زائد واحد ضرب 57 اثنين شو طلع يا عماد 1653 شوف العجب المسجد الحرام 1235 انتبهت العجب من واحد ل56 شعطاني المسجد الاقصى 1235 المسافة بينهم من واحد ل57 شعطاني المسجد الحرام 1235 المسافة طب مجموع اثنين يا عماد هذا وهذا شو يساوي هايو هذا وهذا يساوي كم يقرأوا 1349 طب شوف شو ته 1349 بيت المقدس الارض المقدسة الارض المباركة بيت المقدس الارض المقدسة الارض المباركة وهو اللي بدأنا فيه بيت المقدس بال56 واللي كمله 57 يعني كأنه بدنا نبدأ القياس من وين يعمل؟ من 56 من المسجد الاقصى لعند المسجد الحرام طيب ممتاز أنا أسأل أنه ليش 56 لا خلاص ولا شيء لا 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 هو بدي يلفت انتباههم أنه المسجد الاقصى مع البعد بين المسجدين هو من 51 ومسجد الحرام كيف صدف انه اتنين اضفنا لهم المسجد الاقصى والمسجد الحرام يعماد وهو البعد نفسه وانه كانوا كانوا الرقمين اللي ورا بعض هذه قضية عجيبة كيف التقوا اتنين هيك مع اتنين هذول يضافوا للمحاضرة السابقة مشان يشوفوا العجب ثم في النهاية يطلع مجموعة رقمين بيت المقدس الأرض المقدسة الأرض المباركة هذا التعريف كامل تمام لأنه بيت المقدس أصلا مقدس ومبارك هاي ملاحظة ايش للأخ عبد الرؤوف نعم معناته ملاحظة غير اللي ذكرناها قبل شوي كان فيه له ملاحظة سابقة مشيك عبد الرؤوف هاي كمان واحدة ملاحظة للأخ عبد الرؤوف خلي جيب عندي هون والآن بدي قيله للأخ عبد الرؤوف هو بعث لي مني لن يومين ملاحظة ملاحظة فأنا بدي أقول له هاي الملاحظة اللي انت بعتها وإلها علاقة بجمل تحرير هو بالزمناش جمل تحرير فيما بعد بقول لك ايش هي جمل تحرير حتى تصوب المسألة اللي هي ايضا طلعت جميلة ملاحظته بل كهاي في ايام مستقبلة تمام طلعت جميلة بس ايش الحلها مش في كلمة تحرير هاي احساس بسمعه يعني هو من المتابعين انه هو كلمة تحرير هاي اللي احنا نجيبها من عندنا لا بزبطش لكن هذا الرقم اللي هو طلع جمل تحرير 818 رح نفهمك ان شاء الله شو السر فيه وكيف ضبطت معك باقي المسائل تمام تمام خلينا هون في ملاحظته هون ورد وعد الآخرة في سورة الإسراء في الآية كم سبعة وفي الآية كم مية واربعة مية واربعة فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم تمام نعم ترتيب الآية السابعة في المصحف هايو يا عمد مش هي سبعة في السورة نعم وفي المصحف كم ممتاز أجاء أخذ جمل هذا الترتيب الفان وست وثلاثون هاي اعتمد ثلاثون زي ما نقول في المصحف وست هاي تذكير ممتاز فشو طلع معه الممتاز وأخذ ترتيب الآية مية واربعة في المصحف شو ترتيبها يا عمد الفين ومية وثلاثة وثلاثين طيب الفين ومية وثلاثة وثلاثين جيب عندي هون هاي مضحكة شوية مضحكة شوية بس بديش أفصل فيها متعمدا شوف يا عمد هو عدد عدد آيات سورة الإسراء مية وحداش وهذا جمل الوعد وهذا جمل الوعد فإذا أضفت جمل الوعد إلى الفين وثلاثين وعشرين يعني صار هيك الوعد الفين وثلاثين وعشرين بيكون ترتيب الآية مية واربعة اللي هي فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة الفين ومية وثلاثين إذن الفين ومية وعشرين الفين وثلاثين وعشرين زائد الف مية وحدة شو بطلع الفين ومية وثلاثين الفين ومية وثلاثين الوعد الفين وثلاثين أما بيستسألني أنت ليش ضحكت لا هاي بقول هاش لأنه بلاش يروحوا فيهم الذهنهم من ناس قضية ثانية ها بس هي مضحكة للي بعرف في ناس بعرفوا شو القصة طيب فهون فهو أخذ الوعد 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 الفين وعشرين هذه اللي هي تنتيب الآية مية واربعة في المصحف الفان ومئة دير بالك دائما إحنا نرفضها مئة بس تكتب ماء المصحف تكتبها ماء وثلاث هاي دون ألف وثلاثون دون ألف شو طلعي يا عماد الفين وثلاثين وثلاثين طب اتذكر أنه هذا الف وسبعمية وعشرين هو جمل الترتيب الآية السابعة في المصحف و الفين وثلاثين وثلاثة واربعين جمل ترتيب الآية مية واربعة في المصحف طيب جمعهم مع جملهم هاي ترتيب الأولى وهي جملها وهي ترتيب الثانية وهي ترتيب الثانية وهي جملها شو طلع وإذا به شو بيكتشف أنه هذا هو مجموع كلمات سورة الإسراء حروف سورة الإسراء كلمات سورة الإسراء آيات سورة الإسراء كمان مرة اكتشف أنها حروف سورة الإسراء كلمات سورة الإسراء آيات سورة الإسراء ومشانين بسط عبد الرؤوف قلنا له ولاحظنا زيادة على مناحظات عبد الرؤوف جمل العدد سبعة يا عبد الرؤوف هو مية سبعة وثلاثين بتقول لي طب ليش ذكرت هون أنثت لا هون لوحده الرقم هون بقدرش أقول سبع لا هو العدد سبعة مش العدد سبعة هذاك سبع لن نضيف إله نضيف إليه إيش مثلا سبعة رجال ولا سبع نساء سبعة رجال ولا سبع نساء نحن دائما نأخذ سبع لو كانتها لكن هون الرقم هو نفسه سبعة مية سبعة وثلاثين جمل مية واربعة هو مئة أو ماءهم بالفضوها كلنا لا تلفظ ماء وإنما تكتب ماء وأربع ذكرنا أربع تمام شو طلعي يا عماد يعني زي ما عمله وجمعنا إيش الجمل سبعة ومية وأربعة شو طلعي يا عماد طيب طيب ليش ما نضيف ما نضيف هذا مية وسبعة وثلاثين نضيفه هون لهذا وهذا مشيك نضيفه لهذا يعني جمعنا إيش جمل جمل الترتيب في المصحف شوفها جمل الترتيب في السورة جمل الترتيب في المصحف جمل الترتيب في السورة جمل الترتيب في المصحف شو أعطانا يا عماد وما هو 4526 هو فتح الأرض المقدسة المسجد الأقصى فلسطين 2022 للميلاد كمان مرة فتح الأرض المقدسة المسجد الأقصى فلسطين 2022 للميلاد طب لاحظوا الآن شو عملنا يا عماد طب ليش ما نجمع جمل الترتيب في المصحف مع الآية 7 وجمل الترتيب في المصحف مع الآية 104 شو طبع؟ 314 وهو عماد هو عدة أمور خلينا نشوف الأول فتح الأرض المباركة فلسطين 2022 ميلادي شفت الجمال؟ إذن خليهم يتذكروا شوف هذا الآن هذا الترتيب وين؟ جمل الترتيب في المصحف جمل الترتيب لا الترتيب نفسه جمل الترتيب في المصحف الترتيب نفسه يعني أخذنا احتمالات مختلفة فتح الأرض المباركة فلسطين 2022 ميلادي شو هو كمان؟ أي واه يستخدم معاه 456 شو عطانا يا عماد لما نقصنا 456 3,078 3,078 لاحظ شو هو؟ فتح الأرض المباركة فلسطين 1443 يجري طب ليش ما تستخدم معاه جمل 456؟ نعم هاي جمل 456 شو عطانا يا عماد؟ 216 لاحظ شو هو؟ المسجد الأقصى فلسطين 1443 يجري طب هاي هون ما أعطي 1443 يجري هون شو أعطى؟ 1443 يجري والجميل إيش هون؟ إنه هذا 456 وهناك 456 طيب ممتاز هل كنت نطرح اثنين يا عماد؟ نطرح اثنين 456 456 يساوي 2170 وهو؟ فتح فلسطين 1443 طيب ما هيه 1443 وهيه 1443 بشيك؟ وهي الـ 2022 اللي بيحب الـ 2022 تمام؟ تمام؟ جيب عندي يا عماد ممكن بعض الناس يا عماد يقول لي ما هو الكرآن وفهمنا الكرآن وفهمنا بس إيش علاقة الأعداد هاي وجملها وقواسمها وأولي ومش أولي آه ما هو طالما القضية مرتبطة مرتبطة بالقرآن أولا كله وطالما أن اللي منزل القرآن هو اللي خلق الكون وخلق كل شيء ودماغ البشر ونظمه تمام؟ وكل شيء كل هذا الكلام سنريهم آياتنا في الآثاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وما بدهم يجدوا ومعناته كمان فيه إيش يا عماد معناته لا بد أن نعيد النظر في كثير من المسائل والعلوم وما نظنش أنه الشيء فوضى لا هو منظم من كله في كله تمام؟ منظم وهذا الآن تثار في الأذهان لأنه في قضايا مش ممكن تيجي تنسبها للصدفة هاي صدفة هاي صدفة هاي صدفة هاي صدفة لأنه قد يشترنا معطنين في هذه المسائل حتى كل قضية من القضايا أعطينا فيها أمثلة الأعداد الأولية أمثلة القواسم أمثلة التفاصيل طويلة معناته لازم أعيد النظر أنا هذا إيش الكون هذا حتى هناك في بناء منظم لكل شيء وبعدين كل شيء له علاقة بكل شيء كل شيء وله علاقة بكتاب الرب تبيانا لكل شيء وأحصى كل شيء عددا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين مبارك الله فيه ترجمة نانسي قنقر